لا يتوقف استهداف المستشفيات من قبل مليشيا الحوث والمخلوع صالح المتمردة أكثر من أربعين مستشفى ومرفقا صحيا أغلقت بسبب الحرب التي تشنها على المدينة فيما المتبقى منها يتعرض للإستهداف المباشر وهو ما يعد طبقا للقانون الدول الإنساني من جرائم الحرب استهداف المستشفيات قريمة حرب فعل يرتقي إلى قريمة حرب وقد نصت على ذلك كذلك ميثاق روما أو الاتفاقية المحكمة القنائية الدولية باعتبار أن الاستهداف المباشر للمستشفيات قريمة حرب وقريمة الإنسانية يعاقب مرتكبها ويقدمون للمحاكمة وفقا لهذا المفهوم وفقا للقانون القنائي الدولي مستشفى الروضة ومثله مستشفى الثورة من خمس مستشفيات لا تزال تعمل وهي مهددة بالإغلاق تتعرض للقصف المدفعي المستمر من قبل المتمردين تعرضت لقصف مدفعي وهي تعج بعشرات المرضى والجرحة جلهم مصابون بشضايا قذائف المتمردين وهي لنست المرة الأولى ولن تكون الآخرة بحسب القائمين عليها ساعة تاسعة وخمسة واربعين دقيقة وقعت قذيفة في المبنى في الطابق العلوي أتات القذيفة من قهات الشمال وحطت في الطابق العلوي بفضل الله عز وجل لم يحدث إصابات بشرية حصلت بعض الإصابات المادية وهذه لا تعتبر هي الاعتداء الأول أو الأخير لا سبقها اعتداءات كثيرة منهما القذيفة السابقة وقعت على قسم الطوارئ التي قبلها على المبنى المقاور للمستشفى ولكم علم بذلك والإعلام قد حضرها وصور أشياء موثقة في الأثناء كثفت الماليشيات من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية ومنازل المواطنين كما كثفت من هجماتها على مواقع قوات الشرعية شرق وغرب المدينة ورغم ذلك حققت قوات الشرعية تقدما مهما في قرن الشام وقرن غراب في جبل الضعيف جنوب غرب الصهداف المستشفيات والبنى التحتية جرائم حرب في نظر القانون الدول الإنساني لكن مليشي الحثي والمخلوع صالح لا تمتلك أخلاقية الحرب ولا تفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري هكذا يقول المدنيون هنا محمد الحذيفي الإخبارية تعز